التكامل المحدود إذا كانت الدالة F of X دالة متصلة ومحدودة في الفترة من A إلى B فإن التكامل المحدود التكامل خلال مدى معين يكون على الصورة تكامل من A إلى B F of X DX حيث A الحد الأدنى وB هو الحد الأعلى للتكامل A يسمى الحد الأدنى للتكامل وB يسمى الحد الأعلى للتكامل وفي التكامل المحدود يتلاشى ثابت التكامل حيث لاحظنا في التكامل غير المحدود كنا دائما نضيف K اللي هو ثابت التكامل أما هنا في التكامل المحدود فإن ثابت التكامل هو K يتلاشى لأنه يتم التعويض بعد إجراء عملية تكامل بقيمة عادة لأنه يتم التعويض بعد إجراء عملية تكامل بالحد الأعلى والحد الأدنى وبالتالي فإنه يتلاشى ثابت التكامل لإيجاد التكامل المحدود نتبع الخطوات الآتية رقم واحد نقوم بإجراء أو بتكامل الدالة بالنسبة للمتغير X باستخدام قواعد التكامل المعروفة سابقا رقم اثنين التعويض بقيمة الحد الأعلى B في نتيجة التكامل ثم التعويض بقيمة الحد الأدنى A في نتيجة التكامل ثم نوجد الفرق بين التعويض بالحدين الأعلى والأدنى فنحصل على قيمة التكامل المحدود للدالة واتضح ذلك من الأمثلة التالية مثال أوجد قيمة التكامل من 3 إلى 4X DX تكامل من 3 إلى 4 واضح أن علام التكامل على حدود 3 تسمى الحد الأدنى وأربعة تسمى الحد الأعلى للتكامل وبالتالي أربعة الحد الأعلى وبالتالي تكامل الدالة من 3 إلى 4 تكامل الدالة X من 3 إلى 4 بالنسبة لX نقوم بإجراء عمل التكامل بالنسبة لX فتكامل X يساوي X تربيع على 2 ونضع الحدود الحدين الأدنى والأعلى كما هو واضح ثم نقوم بالتعويض في الدالة بالحد الأعلى اللي هو 4 4 تربيع ناقص التعويض بالحد الأدنى 3 3 تربيع وبالتالي نص في 4 تربيع ب16 ناقص 3 تربيع بتسعة 16 ناقص 9 يساوي 7 على 2 أي أن قيمة التكامل تساوي 7 على 2 مثال أوجد تكامل الدالة 4X تربيع زياد 2X ناقص 1 بالنسبة لX وذلك من 2 إلى 3 2 هي الحد الأدنى للتكامل و3 هي الحد الأعلى للتكامل نقوم بتكامل هذه الدالة بالقواعد المعروفة فتكامل 4X plus 3 يساوي 4X plus 4 على 4 ناقص 3X plus 3 على 3 زائد 2X plus 2 على 2 ناقص X حدود من 2 إلى 3 نقوم بالتبسيط 4 على 4 في 1 X تربيع تساوي X تربيع ناقص 3 على 3 أي تساوي X plus 3 زائد 2 على 2 X plus 2 ناقص X وبالتالي 4 وبالتالي X plus 4 ناقص X plus 3 زائد X plus 2 ناقص X نقوم بالتعويض في نتيجة هذا التكامل بالحد الأعلى أولا الحد الأعلى 3 3 أس 4 ناقص 3 أس 3 زائد 3 تربيع ناقص 3 ناقص التعويض بالحد الأدنى وهو 2 2 أس 4 ناقص 3 أس ناقص التعويض بالحد الأدنى وهو 2 2 أس 4 ناقص 2 أس 3 زائد 2 أس 2 ناقص 2 ثم نقوم بعملية الجمع والطرح نجد ناتج التعويض بالحد الاعلى هو ستين. وناتج التعويض بالحد الادنى هو عشرة. ستين نقص عشرة يساوي خمسين. اي ان تكامل هذه الدلة بيساوي خمسين. مثال اذا كانت دلة التكلفة الحدية تأخذ الشكل التالي. يساوي ربعمية زائد اربعة من عشرة اكس. حيث اكس هي عدد الوحدات المنتجة. والمطلوب ايجاد التكاليف الكلية عند زيادة الانتاج من عشرين الى اربعين وحدة. الحل يتم ايجاد التكاليف الكلية عند زيادة الانتاج من عشرين الى اربعين وحدة. وذلك من خلال ايجاد التكاليف الكلية. حيث تكاليف الكلية تساوي تكامل التكلفة الحدية. عرفنا في التفاضل سابقا ان التكلفة الحدية تساوي تفاضل التكلفة الكلية. وقلنا ان التكامل هو العملية العكسية للتفاضل وبالتالي إذا كان لدينا التكلفة الحدية يمكن إيجاد التكلفة الكلية من خلالها وذلك بتكامل التكلفة الحدية كما يلي نقوم بتكامل ده للتكلفة الحدية من 20 إلى 40 أي تكامل من 20 إلى 40 400 زائد 4 من 10 X DX تساوي تكامل 400 يساوي 400 X تكامل 4 من 10 X تساوي 2 من 10 X تربيع أي تساوي 4 من 10 X تربيع على 2 أي تساوي 2 من 10 X تربيع لحدود من 20 إلى 40 نقوم بالتعويض في ناتج التكامل بالحدين الأعلى والأدنى التعويض أولا بالحد الأعلى 400 في 40 زائد 2 من 10 في 40 تربيع ناقص التعويض بالحد الأدنى اللي هو 20 400 في 20 زائد 2 من 10 في 20 تربيع ناتج التعويض بالحد الأعلى هو 16320 وناتج التعود بالحد الأدنى هو 8080 نقوم بالطرح وبالتالي الناتج ساوي 8420 وبالتالي التكاليف الكلية لزيادة الانتاج من 20 إلى 40 و1 هو 8420 ريال